إذا كنت تمتلك قناة على اليوتيوب وتبحث عن طريقة لتغيير رابط قناتك وتحويله من هذا الرابط إلى هذا الرابط حتى إن لم تصل إلى عشرة ألاف مشترك ولديك قناة صغيرة يمكنك الآن الحصول على رابط مخصص لقناتك لكن السارع قبل فوات الأوان وقام بحجز اسم المعرف خاص بقناتك وهذا مثال لإسم المعرف مثل اسم المستخدم على تويتر وعلى إنستغرام تابع معي الدرس للنهاية لتعرف كيفية الحصول على اسم المعرف وكيفية تغيير رابط قناتك حتى إذا كانت قناتك صغيرة ولم تصل إلى عشرة ألاف مشترك يمكنك الآن الحصول على رابط URL مخصص لقناتك أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الشرع الجديد على قناتكم على اليوتيوب أرباحي بما أنك دخلت إلى هذا الفيديو أكيد أنك تمتلك قناة على اليوتيوب وتبحث عن طريقة للحصول على رابط URL مخصص لقناتك هذه المجموعة من الأحرف هي غير محبدة ويعاني منها الكثيرون خاصة الذين يمتلكون قنات صغيرة على اليوتيوب ولم تصل إلى عشرة ألاف مشترك مع التحديث الجديد لليوتيوب يمكنك الآن الحصول على اسم مستخدم كما قلت شبيه للإنستغرام وتويتر والفيسبوك وتخصيص رابط قناتك ليظهر بهذا الشكل تابع معي الفيديو للنهاية ولا تنسى الاشتراك في القناة والتعفير زر الجرس ووضع لايك للفيديو أول مرحلة ستقوم بها هي الدخول لقناتك على اليوتيوب ثم تضغط على إدارة الفيديوهات أكيد يمكن أنه وصل لك بريد إلكتروني من اليوتيوب يعلمونك بهذا التحديث المهم عندما ستدخل إلى قناتك على اليوتيوب سيظهر معكم في الأعلى كم تلاحظون تميز عن القنوات الأخرى وساعة جمهورك في العثور على قناتك والتواصل معها من خلال اختيار اسم معرف فريد لها على يوتيوب المهم ستضغط أنت على الاختيار الآن ستتوجه مباشرة إلى هذه الصفحة كما تلاحظون يعني في الأسفل هنا تعريف لما هو اسم المعرف على يوتيوب وكم تلاحظون ستمتلك اسم مستخدم أو اسم معرف شبيه كما قلنا لإنستغرام أو تويتر أو صفحة الفيسبوك وسيصبح رابط قناتك يظهر بهذه الطريقة حتى إلا يكون لديك عدد مشتركين وقناتك جديدة المهم ستضغط على اختيار اسم معرف يعني كما قلنا هو عبارة عن اسم مستخدم هنا ستجد اسم المعرف طبعا هو نفسه اسم قناتي أنت يمكنك وضع أي اسم معرف حسب اسم قناتي كما تريد أنت يمكنك تخصيص اسم المعرف كما تريد ثم تضغط على تأكيد الاختيار طبعا سيتغير رابط URL الخاص بالقناة وهذا أمر جيد ستضغط على حسنا ويمكنك طبعا تغيير اسم المعرف في أي وقت تريده يمكنك بداية من الآن حجز اسم المعرف وتغييره حتى يعمل التحديث الجديد الخاص باليوتيوب وإذا دخلنا إلى قناتنا كما تلاحظون ستصبح تظهر بهذه الطريقة الآن URL يعمل لكن التحديث يعني ما نزاله مبروك لقد حصلت على رابط URL مخصص لقناتك وسارع بحجز اسم المعرف أو اسم المستخدم يمكن أنه وصل لك التحديث أو يمكن لن يصلك بعد المهم هذه هي الطريقة كاملة إذا لم يصلك التحديث انتظر دائما قم بتفقد قناتك المهم إذا استفدت وعجبك الشرح ادعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو إذا وجهت كم مشكلة اترك لنا تعليق في الأسفل موسيقى موسيقى